كلمات الله التي ابتلى بها الأنبياء وجاء القرآن جامعاً لكل هذه المعاني ميزاناً وعهداً وميثاقاً وحبلاً متصلاً بالله سبحانه وتعالى لأمة الختم عبر نبي الختم عليه السلام وكتاب الختم فهمنا لماذا ابتلى رب العالمين الأنبياء بهذه الكلمات لأنها محور الامتحان هي النجاة للإنسان من ضعفه عندما يحقق التوبة العبادة السياحة بمعنى الصيام لأن الصيام هي العبادة الصمدانية العبادة التي يتشبه فيها المؤمن بالملائكة لأن هذا مراد الله من الخلق الاقتراب من مقام الحفظ والعصمة وهو مقام الولاية الإيمان والتقوى الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نقطتان من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون بل إن هذا المقام يصل ويقترب كثيرا من مقام النبوة في صحبة الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة كيف يكون الملك وليا للعبد الصالح ليس نبي لعباد الله الصالحين قال العلماء بالتأييد على الطعات من شراح صدره للطاعة بتيسير الطاعة ومن قباض قلبه عند المعصية بأن تبغض إليه المعصية بأن يكره المعصية بأن يحول دونه ودون المعصية لأن الشياطين تبتعد عنه وتؤيده الملائكة